يسود هدوء حذر المشهد في العراق فيما تتوالى ارتدادات الاحتجاجات قيادة العمليات المشتركة أعلنت بدأ خطوات محاسبة المتورطين من القوات بارتكاب أفعال خاطئة خلال التظاهرات الأخيرة إعلان سبقه اعتراف القوات العراقية باستخدام القوة المفرط ضد المتظاهرين كيف ستسلم هذه الخطوة في تهديئة الأوضاع وما مدى فعليتها وما التحديات التي ستواجهها في ظل هيمنة الميليشيات الموالية لإيران على المشهد هنا هدوء صباحي حذر في العراق تصحبه تصرحات المسؤولين للملمة الوضع القوات العراقية التي أكدت في وقت سابق أنها تتقيد بالمعايير الدولية اعترفت باستخدام مفرط للقوة وخارج قواعد الاشتباك المحددة ضد المتظاهرين في مظاهرات بمدينة الصدر مما أوقع عددا من القتلى خلية الإعلام الأمني قالت في بيان لها أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وجه بسحب كافة قطعات الجيش من مدينة الصدر واستبدالها بقطعات الشرطة الاتحادية مؤكدة بدأ إجراء محاسبة العناصر الذين ارتكبوا هذه الأفعال الخاطئة تصريحات الحكومة أشارت إلى وجود جهة ما تسعى للتآمر على استقرار العرق الرد الأول هو أن نحدد منهجا حقيقيا وواقعيا للإصلاح وهذا ما تسعى لرسمه الحكومة حاليا في ظل مطالب أبناء الشعب وفي ظل توجيهات المرجعية الدينية العليا والثاني سنتابعكم ونقتص منكم ولن نسمح لأحد أن يعبث بدماء أبنائنا أو يعبث بهذه التجربة الديمقراطية التي لن يحكم العراق من خلالها إلا من خلال سناديق الاقتراع رئيس الوزراء العراقي من جهته تواصل مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو واتفق على ضرورة عودة الحياة إلى طبيعتها في العراق وقالت مصادر عراقية إن الحكومة أعلنت أن جلستها المقبلة ستقدم حزمة إصلاحات ثانية للاستجابة لما طالب المتظاهرين بدوره شدد الرئيس العراقي برهم صالح على ضرورة متابعة التحقيقات لمعرفة المتسببين باستخدام العنف ضد المتظاهرين والقوات الأمنية واستقبل صالح رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء لبحث ملف مكافحة الفساد وحماية الإعلاميين وشهد العراق سقوط أكثر من 120 قتلا خلال الأيام الماضية خلال تظاهرات بدأت بالمطالبة بتحسين الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل لكن سقف مطالبها سرعان مرتفع ليصل إلى رحيل حكومة عدل عبد المهدي وتغيير نظام السياسي برمته معنا من بغداد الكاتب والباحث السياسي السيد وائل الركابي ومن عمان مستشار المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية الدكتور يحيى الكوبيسي أهلا بضيوفي أبدأ بداية مع السيد وائل الركابي سيد وائل طبعا استمعنا إلى المؤتمرات الصحفية منذ الأمس إلى اليوم حديث كثير تفاصيل كثيرة لكن لم يكن هناك تحميل اللوم على من كان يقتل المتظاهرين أكثر من 120 قتيل عدد كبير جدا هم رحلوا لكن لابد من معاقبة من قام بقتلهم لماذا باعتقادك لم تكشف كل هذه المؤتمرات عن المسؤول عن قتل هؤلاء إلى الآن بدلا بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لكم ولضيفك الكريم ولمشاهديكم حقيقة بالتأكيد عملية تشخيص من هي الجهات التي استطاعت أن تخلق هذه الفوضى باستهداف المدنيين واستهداف القوى الأمن الداخلي أو الأمن العسكري ورجال الأمن بالتأكيد أنها تحتاج إلى وقت هذه العملية ليست يعني هي عملية من الممكن أنه نكتشف منها بهذه السرعة وبهذه العجالة البعض يتحمله المتظاهرين الذين لا بد عليهم أن يدعموا ويعينوا الرجال الأمن في عملية تشخيص من الجهات التي كانت معهم هذه نقطة مهمة جدا النقطة الأخرى تبقى على المعلومة الاستخبارية التي تتخذها الدولة وتعرف جيدا قد تتهم بعض المنتسبين إلى الوزارة الداخلية أو وزارة الدفاع أو أي مؤسسة أمنية كان رجالها قد استخدم هذا السلاح لكن الجهة الأمنية لدينا معروفة يعني في حال التشخيص من خلال بعض المنتسبين أو أنهم يستطيعون أن يوصلوا هذه المعلومة إلى القوات الأمنية هذا من السهل جدا لكن كيف نستطيع أن نشخص المجاميع المندسة مع عشرات الآلاف مع الآلاف مع المئات من المتظاهرين هذه تحتاج إلى تشكيل لجان لا يمكن أن نحققها خلال يوم أو يومين قناصين بالعشرات وكانوا يطلقون النار على المتظاهرين قوات الأمن تقول ليس نحن من أطلق النيران لم تستطيع القوات الأمنية ولا السلطات القبض على أحد هؤلاء الأشخاص وماذا عن الميليشيات أيضا يعني لم تطرقوا أبدا إلى الميليشيات وتسيب السلاح إلى الآن لا وجود إلى شيء يعني اسمه ميليشيات كانت قد استهدفت المتظاهرين الحشد وفصائل المقاومة هم جزء وأبناء هذا المجتمع وبالتالي كانوا قد دعموا العراق في معاركه ضد الإرهاب وضد داعش وبالتالي لا يمكن أن يقوموا بعمليات ضد أخوانهم وأبنائهم الذين يطالبون بحقوقهم القضية قضية شخص مندس هذا المندس يأتي لربما خلال دقيقة يرى فيها الموقف فيه شيء من الضبابية ليس القوات الأمن ليست بحالة تستطيع أن تكشف من هو يستخدم عمارة أو بناية بعيدة وعالية قد يحتني سطوح هذه البنايات ويستخدم قناص أو يستخدم سلاح معين لدقيقة أو دقيقتين جاء ليخلق أزمة وفتنة ثم يهرب بالتالي من الصعوبة جدا أن تتم السيطرة بهذه العجالة لكن أنا أعتقد أن الحكومة جادة في كشف هذه الأوراق طيب دكتور يحيى الكوبيسي معي من عمان دكتور يحيى استخدام ناري عنيف جدا كان ضد المتظاهرين أكثر من مئة قتيل أكثر من ألف جريح والأعداد متزايدة لماذا يتم الآن التعتيم على من قام بهذا الفعل الذي قام بالقتل الذي قام بعملية القمع الناري والمتظاهرين بهذا الشكل الخطير جدا لماذا تعتقد؟ يعني بداية مساء الخير إليك ولي ضيفك الكريم من بغداد ولجمهور قناة سكاي نيوز عربي يعني لو راجعت ما حدث في كل المظاهرات التي اندلعت في العراق على أقل بدءا من شباط عام 2011 ستكتشف أنه دائما كان هناك ضحايا من المدنيين يسقطون في كل مظاهرة سواء كان في بغداد أو في غير بغداد وبالتالي نحن نتحدث عن سلوك منهجي للقوات العسكرية والأمنية بفتح النار ضد المتظاهرين في أي لحظة يشاءون ذلك يعني وصلت الدرجة إلى استخدام القنابل المسيلة للدموع كوسائل للقتل بمعنى بدل استخدامها بالآلية المعروفة بمعنى أن ترمى كقوس لكي تسقط كمقذوف من دون أن تصيب أحدا بدأوا باستخدام القنابل المسيلة للدموع بطريقة أفقية لتعمد القتل وبالتالي نحن نتحدث عن فعل منهجي تقوم به القوات العراقية ومنذ عام 2011 إلى حد الآن نسمع بخرافة المندسين خرافة المتآمنين ونسمع أيضا بلجان تحقيقية للكشف عن من قام بذلك ولا تعلن نتائج أي تحقيق لم نعرف نتائج تحقيق عام 2011 عندما قتل في اليوم الأول للمظاهرات 11 متظاهر لم نعرف بمن قتل في مظاهرات عام 2012-2013 لم نعرف بمن قتل في مظاهرات عام 2015-2016 ولم نعرف بمن قتل في مظاهرات عام 2018 بالبصرة وبالتالي الحديث عن لجان تحقيقية محاولة للتغطية على الجريمة ولتسويفها نحن نتحدث عن فعل منهجي واضح أن هناك قرار مركزي تم اتخاذ من أعلى سلطات الدولة لا أستطيع أن أحدد من بمنع المتظاهرين من الوصول إلى مكان التجمع ذات البعد الرمزي ساحة التحرير على سبيل المثال وبالتالي إجبارهم على البقاء مشتتين في مناطقهم بمجاميع بضعة آلاف ومنعهم من الوصول إلى ساحة التحرير بأي ثمن لهذا نلاحظ أن كل عمليات القتل كانت تجري لمنع المتظاهرين من الوصول إلى ساحة التحرير نحن نتحدث عن فعل واضح وعن خطة واضحة وعن أمر واضح الدكتور يحيى رواية وجود ميليشيات رواية وجود أطراف كانت تريد إحباط هذه المظاهرات كيف قرأتها أنت وإي منتشرة بين العراقيين حتى في التظاهرات كان هناك حديث واضح حول هذا الموضوع هذا فضحه بيان اليوم لخلية الإعلام الحربي عندما اتهمت خلية الإعلام الحربي طرفا محددا هو الجيش العراقي بأنه استخدم القوة المفرطة وأدى ذلك إلى مقتل 13 أو إلى 15 متظاهر في مدينة الصدر ولكن لم يتحدث البيان لم تتحدث خلية الإعلام الحربي عن من قتل المئة وخمسة أو المئة وثمانية الآخرين لهذا كان واضح من البيان أن هناك محاولة متعمدة من قبل طرف ما بالدولة لاتهام الجيش ولتبرئة الأطراف الأخرى من هي الأطراف الأخرى؟ هي الأطراف المتهمة الرئيسية بفتح النار نحن نتحدث هنا عن قوات الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية نحن نتحدث هنا عن بعض فصائل الحجر الشعبي التي شاركت في قمع تظاهرات عام 2016 وشاركت في قمع تظاهرات عام 2018 في البصرة وهي من الواضح أنها تشارك اليوم في قمع التظاهرات كان واضح أن هناك محاولة للتغطية على الفاعلين الحقيقيين وبالتالي نحن نتحدث عن سلوك منهجي للدولة العراقية وليس عن ارتجال يقوم به راجع ما حدث في خمس مظاهرات إلى الآن أن نتحدث عن حركات احتجاجية كبرى 2011، 2012، 2013، 2015، 2016، 2018 وصولا إلى عام 2019 ستكتشف أن السيناريو الذي استخدم هو السيناريو نفسه الذي يستخدم اليوم طيب سيد وقال الركابي رأينا خلال حدة المظاهرات وهي مستمرة حتى بليلة أمس يعني رأينا استجابة للمطالب كثير من القوى السياسية ومنها السيد مقتدى الصدر أيضا قال نحن نطالب باستقالة الحكومة اليوم مع هدوء الأمور تقديم بعض المطالب تقديم بعض الأموال تقديم بعض التسهيلات نرات هناك تراجع من السياسيين حول تلك الوعود البعض يقول ها هو بدأ مفعول المسكن ولا يوجد علاج ماذا تقولت؟ لا أطلاقا طبعا عملية أنه الحكومة ليس أمامها من خيار إلا الإيفاء بكل الوعود التي تعطيها أو أطلقتها أو ألزمت نفسها بها لكن هذه الوعود لا بد بعض منها يحتاج إلى إصدار قوانين داخل البرلمان العراقي ليس جزافا أن يخرج رئيس البرلمان وأن يقول والله أني أمنح وأعطي وأجيد وأضيف هذه القضايا لا يمكن أن تمنح بحكم ديمقراطي يحتاج إلى تشريح قوانين يحتاج إلى تصويت من البرلمان البعض منها يحتاج إلى وجود أموال أو وجود بنود ضمن الموازنة فبالتالي أعتقد كل الأمور من الممكن أن تنصب على موازنة 2020 يعني وكأنه الآن يبدأ البرلمان بالاستعداد لتصويت أو تعديل بعض القرارات وإصدار قوانين جديدة الحكومة اليوم لا يمكنها أن تسوف أي قرار أو أي دعم لهؤلاء المتظاهرين لأن المتظاهرين اليوم إذا ما تركوا بهذا الشكل يعني بمعنى أننا مقبلون على وضع فيه الأوضاع تسوء أكثر لكن أنا فقط أريد أن أعلق على التركيز الجملة التي ركز عليها ضيفك الكريم وهي الإسلوب الممنهج للحكومة في التصدي لهذه المظاهرات بالمقابل إذا أردت أن أقول أن هذا إسلوبا ممنهجا كما تفضل ويدعي الدكتور يحيى أعتقد أنه أيضا المظاهرات لم تكن بالمستوى الراقي الحقيقي الذي يخضح إلى قوانين ويخضح إلى ضوابط من يأتي ويحرق مؤسس الدولة هذا ليس بمتظاهر من يرفع شعار يحاول أن يشيء إلى اللحمة الوطنية هذا ليس متظاهر من يحاول أن يسرق أو يقطع الطرق أمام أبناء الشعب الآخرين هذا ليس متظاهر المتظاهر الذي تحترف به الدولة ويحترف به المواطن الاعتيادي هو من يرفع شعارات تطالب بحقه بشكل واضح لا أن تكون هذه شعارات دعني أنقل هذا السؤال إلى الدكتور يحيى دكتور يحيى ما رأيك حول ما تفضل به السيد وائل الركابي؟ أتمنى أن يعود السيد وائل الركابي إلى ما حدث في العام 1991 وعن ما قام به الجمهور الذي خرج إلى الشوارع في ذلك العام وما قام به من حرق للمؤسسات وما يليد ذلك ومع هذا ما زلنا نصف ما حدث آنذاك بالانتفاضة ولا أحد يجرم أو يتحدث عن المتظاهرين بهذا المطبق دكتور يحيى دكتور يحيى لا بد من إيجاد مقاربة في هذا الوقت الذي كان في حكومات الآن تعتبر هي منتخبة نعم دكتاتوري نعم لا عزيزي أولا فكرة الديمقراطية نحن نتحدث في العراق عن شكل ديمقراطي لا محتوى له وبالتالي الجميع يدرك أنه لا وجود لأي تقاليد ديمقراطية في العراق باستثناء الانتخابات وهذه أدات من أدوات الديمقراطية وليست مبدأا من مبادئ الديمقراطية لنتفق على ذلك أولا الأمر الثاني المهم هنا أنه لا أحد يتوقع من جمهور غاضب أن يخرج إلى هايد بارك لكي يحتفل ثم يعود إلى البيت نحن نتحدث عن جمهور غاضب عن جمهور محبط عن جمهور يواجه بالرصاص الحي يواجه بكل عمليات التنكيل وبالتالي بالتأكيد ستكون الاستجابة مزيدا من الغضب ومزيدا من الادفاع حتى دكتور يحيى لنرى ما حدث في مظاهرات السترات الصفر في باريس على سبيل المثال لم يحرق في العراق من الأماكن العامة ما حرق في باريس ومع هذا لم يتهم أحدا في فرنسا أن المتظاهرين هم متآمرون وأنهم مدفوعين من دول خارجية وما إلى ذلك هذا غضب طبيعي هذا رد فعل طبيعي السؤال عندما تواجه الدولة متظاهرين بكل هذا العنف بالتأكيد لا تتوقع من المتظاهرين أن يلقوا لها بالورود بالتأكيد سيعبرهم أنفسهم عن هذا الغضب وهذا الدفاع عن من قتل لهذا لا تستطيع أن تتعكز على حريق هنا أو شيء حدث هناك لكي تتهم حركات المظاهرين نحن نتحدث عن مظاهرات سلمية بدأت بشكل سلمي ويوجهت بالعتاد الحي لم يكن هناك أي حريق في اليوم الأول من المظاهرات وأتحدى من يتبذ ذلك في اليوم الأول للمظاهرات تحديدا في بغداد لم يحدث أي حريق دعني أستثمر الوقت وما زلنا نتحدث عن حوادث عرضية قليلة العدد طيب دكتور يحي دعني أستثمر الوقت سيد وائل الركابي موضوع آخر المتظاهرين أحرقوا أعلام إيران أحرقوا الكثير من مقرات الأحزاب الموالية لإيران الكثير من الشعارات التي قيلت أن إيران وراء الفساد ودعم السياسيين الفاسدين والأحزاب السياسية الفاسدة وأيضا سرق ونهب مقدرات الشعب العراقي وإدخاله في دواماته وما شابه إلى أي مدى تحمل إيران مسؤولية ما يحدث اليوم من فساد وبالتالي مظاهرات في العراق هي هذه الحقيقة التي نحن نتحدث عنها نحن نريد أن يخرج الشعب مطالبا بحقوقه أما عندما تأتي العملية وتحول بوصلة التظاهر الرائعة التي يطالب بها المواطن والتي كفلت دستور حق التظاهر أن تحول إلى أن سبب الفساد في العراق وسبب البطالة وسبب الإشكاليات وسبب مجيء هذه الحكومة والسابقاتها هي إيران هذه المشكلة التي نتصور أن هناك جهة خارجية لها يعني لها مصلحة في أن يكون الداخل العراقي بهذا الشكل ويخلق أزمة ما بينه وبين جارته ما علاقة الأحزاب التي حرقت بإيران يعني كثير من العمليات التي قام بها المتظاهرون الذين تحدث عنهم في البصرة وفي غيرها في الأعوام السابقة وحتى الحالية ما علاقة أن يحرق حزب الدعوة مثلا مكاتب حزب الدعوة ما علاقة أن تحرق مكاتب من الحجد الشعبي ما علاقة قنوات معينة تحرق لا أعرف ماذا يعني هذا المتظاهر يريد أن يخلط الأوراق إذن لذا هذا الذي يقول عليه مندز لكن هؤلاء يصلون في أكثر الدرجات للحكم والانتخابات و لهذه المقرات المهمة بدعم من إيران وبالتعامل مع إيران أليس يعني معظم السياسات العراقية الداخلية والخارجية تصنع في إيران حقيقة يعني يعني هذا العام لدينا كتلة كبيرة وصلت إلى الحكوم إلى البرلمان وهي كتلة شائرون فبالتالي هذه الكتلة معروفة لدى الجميع أنها لا تتعامل مع إيران ولا تتعاطى مع إيران يعني عملية وصول هذه الكتلة عبر قنوات ديمقراطية هذا الذي أريد أن أنميه وأجيد من فكر المواطن العراقي على أن يتبنى هذا الطرح لا أن يذهب إلى قضية الحرق أما الأستاذ ذكر دكتور ريحي ذكر عم السطر الصفراء في فرنسا أيضا هناك تقارير تؤكد أن تدقلات خارجية جاءت لكي تدعم هذه المجامع لأن ماكرون قد اتخذ قرارات معينة المشكلة ليست في أنه أن يتصدى الطرف الخارجي إلى خلق فتنة داخلية المهم أنه لا ننظر إلى هذه الحكومة بأنها عدوة إلى الشعب اليوم الحكومة جاءت عبر قنوات ديمقراطية من يريد أن يغيرها فليغيرها بالبرلمان عبر أدوات ديمقراطية انتهى زمن الإنقلاب والثورة نحن انتخابات لدينا مقادمة قريبة في مجالس محافظات وبعدها سنتين أو ثلاثة لكن الناس لها حق سيد وائل لا يحزف عن المشاركة سيد وائل ناس لها الحق في التظاهر وفي بعض المرات الضغط وإسقاط حكومات وهذا في أكبر الديمقراطيات في العالم دعني أذهب للدكتور يحيى دكتور يحيى صحيح عبر البرلمان طيب دكتور يحيى إيران على لسان طبعا المرشد علي خامنائي كان هناك تغريدة قال الشعب العراقي والإيراني موحد وقال بعض الحديث الذي له علاقة بالعقائد الإسلامية وما شابه ما علاقة كل ذلك بالاحتجاجات ورغبات المحتجين في حقوقهم ورغبة فصلهم عن القرار العراقي عن الإيراني ألا ترى هنا استياد في الماء العكر باعتقادك؟ يعني أولا لا تستطيع إيران أن تقدم نموذجا في قضية التعاطي مع المظاهرات والعنف المفرط الذي استخدم في إيران ضد المظاهرات يعني على أقل المظاهرات التي حدثت العشر سنوات الأخيرة تكشف أن آخر دولة يمكن أن تقدم دروس في آلية التعاطي مع التظاهرات هي إيران الأمر الثاني المهم أيضا إيران عندما تتعامل بازدواجية مع التظاهرات فتتحدث عن المتظاهرين في البحرين مثلا بأنهم ثوار ثم تتحدث عن المتظاهرين في العراق بأنهم متأميرين وأنهم يمثلون أجندات خارجية هذه الإزدواجية دليل على الانحياز وأن إيران لا تأخذ موقفا حياديا تجاه العراق الأمر الثالث المهم وإجابة على سؤالك ربما الذي قدمته للأستاذ وائل يعني هناك شعور لدى فئات واسعة من المجتمع العراقي بأن التغول الإيراني في العراق واحد أحد أسباب نكسة الدولة في العراق لهذا لاحظنا حرق القنصلية الإيرانية في البصرة لاحظنا حرق الأعلام الإيرانية في التظاهرات الأخيرة يعني هنا هذا شعور من مواطنين يعني ربما ليس لديهم الطلاع واسع على طبيعة العلاقات الدولية طبيعة العلاقات بين العراق ولكن هذا تعبير عن شعور جمعي بأن التغول الإيراني في العراق في جميع المجالات هو أحد أسباب نكسة الدولة العراقية وأحد أسباب فشل الدولة العراقية لهذا يعبرون بهذا التعبير الرمزي عبر حرق العلم أو عبر حرق القنصلية طيب وريد أن أشكرك أنا معي من عمان مستشار المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية الدكتور يحيى الكوبيسي ومن بغداد الكاتب والباحث السياسي السيدواء الأركابي شكرا جزيلا لكم